مجلس النواب والاقتصادية فيما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون التباين في رأي استاد النواب كان واضحا خلال مناقشاتهم لكن المجلس في نهاية المطاف استطاع أن يلتقي مع الحكومة في نقاط الاتفاق خاصة وأن الأخيرة استطاعت وبالأرقام أن تكشف عن مميزات هذه الاتفاقية والاتفاقية الخليجية المعنية بالضريبة الانتقائية وهي اتفاقية هامة خاصة أن هذه اتفاقية تضع بعض القيود على بعض المواد التي تؤثر على الصحة العامة وعلى البيئة وهي مشتقات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية وكذلك تعاد هذه الاتفاقية والقانون الآخر وهو قانون الضريبة الانتقائية الذي وافق عليه المجلس كذلك تعاد كذلك رافض إضافي للاقتصاد الوطني مشروع الضريبة الانتقائية اللي اليوم صوتنا عليه في المجلس ولا قرر المجلس بالموافقة هو مشروع مهم وخصوصا أنه جاي مثلا في توجه من دول مجلس التعاون الخليجي لقررته في عام 2016 ويجب على المجلس مثل هالقوانين تمريرها في الصالح العام مثل السلة الانتقائية هو قرار على مستوى الخليجي طبق في دولتين لحد أحيان إن شاء الله البحرين تكون الدولة الثالثة لكن أهميته هو تنويع مصادر الدخل لمملكة البحرين ويساعد في هذا الجانب وهو مهم جدا بالنسبة لنا نعرف أن هناك تحدي في أن هناك رسوم على بعض الصلع لكن هذه السلع الثلاث وهي سلع ثلاث فقط الهدف أن هي سلع ضارة ممكن محاولة تخفيض استهلاكها من خلال هذه الرسوم واستخدام هذه الأموال في تحسين مستوى دخل الدولة مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي خاصة في الاتفاقية الاقتصادية للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين يوم التعاون المعرفة تحتك فوق العصف المعرفة تحقيق الأبوال تحقيق الأموال تحقيق الأموال تحقيق الأموال